كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي تتنفذها الهيئة الهندسية لقوات المسلحة بالمحافظات في المجالات المختلفة وقال رئيس مجلس الوزراء ان الاجتماع يأتي في اطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفذها من خلال الجهات والهيئات المختلفة لافتا ان الهيئة الهندسية لقوات المسلحة تتضلع بمسؤولية كبيرة في عدد من المشروعات على مستوى الجمهورية هذا وتمت الإشارة خلال الاجتماع لأن الهيئة الهندسية أحلزت تقدما ملحوظا في المشروعات التي تنفذها حيث وصلت نسبة التنفيذ في الكثير من هذه المشروعات إلى 100%